موسيقى 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 مشاهدين الكرام اهلا بكم من جديد تختنق الزراعة في محافظة مأرب العديد من المشاكل والتحديات الامر الذي يعود بالاثر السلبي على التنمية الزراعية والاياد العاملة ذات الخبرة والمهارة تفاصيل في سياق التقرير التالي بلدة طيبة حباه الله كل مقومات الخصوبة والعطاء خصها من بين اراضيه بجنتين لم تعرف الحضارات مثلها دمر سيل العرم جنتيها نعم لكن طينتها وعوامل الخصب لا تزال متوفرة شواهد التاريخ تؤكد ان اقوى الحضارات واطولها عمرا هي التي قامت على الزراعة واعتمدتها انتاجا قوميا وموردا وطنية مأرب احدى انجح الحضارة الانسانية واعرقها التي قامت على التنمية الزراعية لذا لا يمكن باي حال وفي اي زمن فصل حاضرها ومستقبلها عن الزراعة واهلها واهلها ذو خبرة حضارية في تنمية الارض واستصلاحها وذو تجربة مرموقة في كيف يجعلون من الطين والحجارة حضارة حكومة الوفاق التي جاء بها زمن التغيير مطالبة بان تضع مأرب والجوف وقبلهما تهام على قائمة اولويات اهتمامها بالزراعة عليها ان تغير من واقع الزراعة والمزارعين في مأرب بالدعم والتحفيز والتشجيع ان تضع نصب عينها المصلحة الوطنية التي ستعود على الوطن عموما من خلال الاهتمام بالزراعة بمأرب واخواتها لانها مأرب العطاء والنماء عنوان الحضارات اليمنية فلابد من ازالة عوائق التنمية الزراعية التي طالت انسان مأرب كونها باتت تشجع عزوف المزارعين عن مهنتهم بل جعلت من المزارع عبئا على مالكها وبات مخيرا بين رعايتها لاحيائها فقط وبين ان يهملها او يبيعها في اسوأ الاحوال مأرب كانت بالامس ارض الجنتين وغدت اليوم بسبب التقصير وغلاء الديزل ارض الازمتين فهل الى خروج من هذا الواقع المؤسف من سبيل بهذا مشاهد الكرام نصلوا اياكم الى ختام هذه الحلقة من اضوال سهيل في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دم دم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة